مرحبا بكم مشاهدين الكرام معنا في النشاط الرقمي عبر قناة الموريتانية كالمعتاد نستضيف المهندسين والمتخصصين الخبراء في المجال الرقمي للحديث عن المهارات التقنية وتطور النشاط الرقمي للمستخدمين لكن في هذه الحلقة الخاصة سنتحدث عن المهارات الناعمة مع أصحاب التجارب في المجال الرقمي عبر المنصات الرقمية المتعددة والتأثير في جمهور منصات التواصل الاجتماعي من خلال صناعة المحتوى الرقمي المؤثر بأشكاله المختلفة مع المهندسة موناء صلاح وهي ستظهر معنا الآن من مدينة نواذيبو أهلا بك موناء صلاح أهلا ومرحبا بكم شكرا لكم على الاستضافة أهلا بك أنت مقيمة في كندا واليوم معنا في موريتانيا لكن من مدينة نواذيبو استضفناك للحديث عن المجال الرقمي وتطور استخدام المنصات الرقمية لاستخدام الفردي لهذه الوسائط من أجل التأثير الإيجابي سنتحدث في هذه الحلقة مع المشاهدين عن المزايا التي تتيحها المنصات الرقمية المتعددة للمستخدمين من أجل إظهار مهاراتهم وقدراتهم على التأثير الإيجابي في مناحي حياتية مختلفة ذلك أن المستخدمين أو كل مستخدم اليوم لديه صفحات متعددة يقدم من خلالها محتوى رقمي في أشكاله المختلفة وأصبح لدينا في المجال الرقمي مدونون كثر وهناك ظاهرة التدوين أصبحت ظاهرة معروفة ومتسعة في جميع أنحاء العالم والمدونون لهم حضور خاص في المجال الرقمي له اعتبارات مختلفة سنتعرف على التدوين وإمكانية التأثير من خلال المنصات الرقمية وذلك في هذه الحلقة مع منا صلاح منا صلاح ما هي بداية المزايا المتعددة التي وفرتها المنصات الرقمية للمستخدمين من أجل إبراز ذواتهم ومهاراتهم وإمكانية التأثير بالمهارات التي يتوفرون عليها كمستخدمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأبرار الطيبة وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت فرصا متعددة ومختلفة باختلاف هذه الوسائل فكل واحدة منها تتيح فرصا للمستخدم للتأثير تختلف الفرص باختلاف وسائل التواصل الاجتماعي فكل واحدة منها تتيح استخدامات قد لا تتيحها الأخرى وعلى الشخص الذي يستخدم هذه المواقع أن يكتشف المميزات التي تتيحها كل واحدة منها فكل موقع كأنه يشكل إنعكاس لجانب من جوانب حياة أو واقع المستخدم هل هذا يعني أن المستخدمين لديهم فرص متعددة للتأثير في المتلقي؟ أو توضيح لهم تفاصيل الأخبار المتداولة؟ لأن هناك نشر للأخبار هناك تدمينات عن قضايا مختلفة هناك كتابة عن اهتمامات معينة صحيح فهي أتاحت فرصا وشكلت منصات لكل حامل رسالة أو لكل صاحب محتوى لكي يجد الجمهور الذي يبحث عنه لإصال رسالته أو إسمع صوته هذا يعني أن ما لديهم رسائل فقط نتحدث هنا عن إمكانية التأثير وتأثير في المتلقي أن تقومين بصناعة محتوى يتلاء مع ما يريده الجمهور دون انتظار الطلب طبعا أكيد لكن كما قلت فالتأثير لا يأتي من خواء يعني الشخص يكون لديه محتوى يكون لديه فكرة رسالة ويصنع محتوى يحمل تلك الرسالة أو ذلك الهدف لكي ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي هذا فيما يتعلق بصانع المحتوى الرقمي أو المستخدم لهذه المنصات دعينا نفهم أكثر كيف يستطيع هذا المستخدم أن يقنع الجمهور المتلقي بأن لديه مهارات وأن لديه خبرة في مجال معين أو اهتمام هذا بالعودة إلى الخصائص التي تتيحها الصفحات للتعريف بالمستخدمين صحيح فكل جل مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم أن يعرف بنفسه من خلال صورة البروفايل وتقديم معلومات عامة عن نفسه كتابة مثلا فيمكنه إدخال ما قام به من دراسة ما يهتم به حتى الهوايات والأشياء التي تثير اهتمام يمكنه أن يحدد كل ذلك على بروفايله أو على صفحته الشخصية على هذه الوسائل ومن خلال كل تلك النقاط يتعرف عليه الجمهور ويتابعون المحتوى الذي ينشره لكن ما الذي يجب أن يقوم به ثانيا هذا أولا لكن ثانيا التدوين الذي ظهر مؤخرا نريد أن نعرف ما هو التدوين وهل هو أي تفاعل أو نشاط عبر هذه المنصات يعتبره تدوينا أصل كلمة التدوين أصلا هي تحويل المعلومة إلى كتابة ثم تطور مفهوم التدوين بتطور وسائل التواصل الاجتماعي لأن شمل التدوين المرئي الذي تحدثنا عنه والتدوين السمعي كالبودكاست فكل هذه الخصائص لها وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لها جمهور الذين يهتموا بهذا النوع من التدوين يتوجد على هذه الوسائل إذن هذا يجعلنا نبدأ بالفيسبوك الوسيط الأول الذي ظهر وطبعا الفيسبوك أنت من مسخدمي الفيسبوك ونشاطك غالبا عبر الفيسبوك التدوين الكتابي هل يمكن أن يكون مصدر للتأثير ومصدر لنشر الفائدة بالنسبة لي أعتبر الإجابة نعم أكيد لكن قد لا ينتشر المحتوى المكتوب بالطريقة أو بالسرعة التي ينتشر بها المحتوى المرئي المرئي القصير لكن الفيسبوك ليس فقط خاصا بالتدوين الكتابي يمكن أن نشر عليه فيديوهات وصور يمكن التدوين المرئي حتى يمكن مشاركة روابط لوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي تحمل المحتوى الذي قد يكون نشره صاحب هذا الحساب لكي يساهم في نشر وصولي أو توسيع وصول رسالته إلى أكثر عدد ممكن هذا فيما يتعلق بالمستخدم لكن الجمهور الذين استهدفوا عبر الوسائل المتعددة لديه خصائص مختلفة والبحث عن ما يريده هذا الجمهور يتطلبوا اطلاعا من أكثر وفهم هذا الجمهور صحيح إذا كنتم تتذكرون أننا في البداية تكلمنا عن أن صانع المحتوى يحمل لديه فكرة نعم صياغة تلك الفكرة بطريقة يفهمها يفهمها المستخدم قلنا أن صانع المحتوى يحمل فكرة كيفية صياغته لتلك الفكرة أو كيفية توصيله لفكرته باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي رحلة من نشر واطلاع على انطباعات الناس عن ما نشره واختيار ماذا سيأخذه بعين الاعتبار من تلك الانطباعات لكي يغير على أساسها طريقة تقديمه للفكرة أو طريقة المحتوى الذي يقدمه إذن مناء صلاح هذا يعني أن هناك تقنيات معينة للإنتاج متعدد الوسائط معناها إنتاج التدوينات وحتى المواد السمعية البصرية للوسائط المتعددة أو لنقول تقنيات للإنتاج الرقمي نعم وسائل التواصل الاجتماعي تمكن المستخدمين الذين لديهم عدد لا بأس به من المتابعين أو حتى الذين بدأوا للتو تعطيهم إحصائيات وأدوات تمكنهم من معرفة انطباع الناس عن ما يقدمونه وعن المحتوى الذي يقدمونه مثلا هناك طريقة إحصاء عدد المشاهدات هناك إحصائيات تطلع صانع المحتوى عن الفترة التي يمضيها المستخدم في العادة في مشاهدة المحتوى الذي ينشره هناك كذلك التعليقات وهناك معلومات عن كيفية وصول المستخدم للفيديو الذي نشرته مثلا هذا النوع نعرفه في الإعلام بقياس رجع الصدى رجع الصدى المادة لكن نريد أن نعرف على مستوى صناع المحتوى الرقمي المستخدم العادي هل هناك تقنيات محددة لا بد من اعتمادها لصناعة المواد ونشرها على الفيسبوك أو اليوتيوب كل هذا يعني يرعى الشخص الذي ينشر من نفسه هناك ما يسمى بالأماتور يعني الذي لا يهتم يكفيه فقط أن يسجل بالكاميرا أو أن يكتب كلمات لا يهمه وجود أخطاء إملائية مثلا لا يهمه وجود خطأ تقني أو عدم وضوح الفيديو الذي نشر إلى آخره فكل حسب أهدافه أو حسب طلاعه كذلك وطريقة استخدامه لهذه طيب منا هذا بشكل عام هذه كانت صورة عامة عن النشاط الرقمي للمستخدمين الأفراد دعينا ندخل في التفاصيل أكثر ونتحدث عن إمكانية التطور التي تتيحها هذه المنصات للمستخدمين يعني أنا كمستخدم كيف يمكنني أن أتطور أن أطور من ذاتي أن أطور من مهاراتي الشخصية من خلال استخدامي لهذه الوسائط المتعددة أول شيء الهواتف الذكية هي سلاح ذو حدين هي فتحت أبواب واسعة لكثير من الناس للاستخدام السلبية والإيجابي قل أن يوجد شخص في زماننا هذا لا يملك هاتفا ذكيا ولديه اتصال بالإنترنت هناك عدد لا ينتهي من الدورات المجانية على الإنترنت هناك كذلك تطبيقات لتعليم صناعة المحتوى هناك تطبيقات لتعليم لغات جديدة هناك دروس مجانية منذ شهر كانت لدينا دورة لحفظ متنة تحفة الأطفال عن بعد كانت مئة في المئة عن بعد وكان فيها أكثر من مئة طالبة كلهن كنا يسمعنا على أستاذة موجودة في قطر وهن أغلبهن في موريتانيا وحصص الشرح معي في مونتريال وكلنا متصلون على الإنترنت يعني هذا الهاتف الذي يعيدنا يجب أن لا يكون فقط وسيلة لقضاء الوقت هذا عن إمكانية التطور بالنسبة للمستخدمين وإمكانية التطوير مثلا المتاحة للمستخدمين لك أنت كصاحب الصفحة على الفيسبوك نعم صحيح وفيما يتعلق بإمكانية التطوير من خلال هذه الصفحات نتحدث عن تطوير المهارات ذاتية تطوير هذا النشاط الرقمي من خلال إنتاج محتوى معين كما أسلفنا من أجل أن يؤثر في المتلقي لأن الواقع يقول بأن المتلقي مشتت الذهن الآن مشتت الاهتمامات ولا يدري يركيز على ماذا لذلك هو يبحث عن محتوى مختلف هذا المحتوى ربما يحتاج إلى تقنيات الجمع بين الشقائين الميداني التشاركي والتفاعلية الرقمي صحيح لكن الهوية الرقمية أو التواجد الإلكتروني لبلدنا في الوقت الحالي لأسف ليس إيجابيا كثيرا إذا قمت بالبحث مثلا عن محتوى موريتاني على اليوتيوب أو على الفيسبوك ستجد المحتويات قليلة إيجابية ذات هدف أو ذات رسالة في المقابل هناك أجياش مجيشة من المحتويات أعتذر لكن سخيفة كالفيديوهات القصيرة التي على السناب شات أو تيك توك أو غيرها فصار وجود محتوى رقمي هادف ضرورة يعني فكل من لديه الإمكانية على فعلي ذلك أنا من هذا المنبر أدعوه لا يدعى الساحة خاوية لأولئك الذين لا يؤثرون بتأثير إيجابي منا دعينا نفصل أكثر في هذا الأمر وما تقولينه من خلال التعرف على تجربتك الشخصية أنت للأمانة تابعنا للمحتوى الذي تكتبينه تابعنا الفيديوهات التي قمت بإعدادها لقناتك على اليوتيوب أنت لديك قناة على اليوتيوب وصفحة على فيسبوك وربما صفحات أخرى عبر صناف شات والإنستجرام لكن نريد أن نتعرف على تجربتك مع هذه الوسائط والمواد التي قمت بإنتاجها للتأثير وقد حصلت بحكم التجربة على عدد من المتابعين يقدر ربما بالمئات أو بالآلاف لا أذكر ولكن حدثينا عن هذه التجربة كانت بداية مع صناعة المحتوى على تطبيق اليوتيوب بدأت بفيديوهات متعددة يعني بدأت سلاسل متعددة في نفس الوقت فبدأت بسلسلة في الأدب واللغة العربية وسلسلة في تعليم التجويد هناك أيضا سلسلة باللغة الإنجليزية وسلسلات تحت عنوان مواضيع عامة أناقش فيها عند مواضيع ونصائح للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي ويعني عدا عن الاستخدام الطبيعي لليوتيوب فإن شاء تلك السلسلة في أحكام التجويد مثلا لخصت علي طريق طويل فكل طالب جديد بدل أن تحتاج إلى دروس في أحكام التجويد أستطيع مباشرة أن نوجهها إلى القناة فتجد فيها كل الدروس منظمة وعلى الانترنت تستطيع الاستماع إليها متى شاء هذا جميل تعرفنا أنك أنتجتي محتوى وقدمته عبر اليوتيوب لكن كيف استطعت جمع المتابعين والمتابعات يعني كيف تعرفوا عليك كيف تواصلوا معك ليس عن طريق اليوتيوب طبعا عن طريق اليوتيوب والفيسبوك عن طريق الفيسبوك إذن عن طريق صفحتي على الفيسبوك أنشروا روابط الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب ولم يأتي المتابعون مرة واحدة فبدأ الفيديو يحصل على مئات المشاهدات طبعا من خلال التعليقات إلى أن وصل إلى ما يصل إليه الآن فلا يأتي مرة واحدة طبعا النشر يزداد مع التعليقات والمشاركات طبعا التي تتيحها صفحات على الفيسبوك صحيح كيف كانت علاقتك مع المتابعين؟ هل هي علاقة التواصل واتصال مباشرين؟ هم يطلبون ما يريدونه أم يتظرون فقط ما ستمتجينه؟ بعض من كل واحدة أنا أنتج الفيديو كما تعلمون فالفيديو النهائي الذي يبث يمر على مراحل فهو يبدأ بفكرة ثم إعداد هذه الفكرة والبحث عن المعلومات الكافية والمصادر ثم تسجيل الفيديو ثم إعداده ثم نشره فبعد أن ينشر أنا أطلع على التعليقات لأرى انطباع الناس كثيرا كذلك ما يتواصل معي البعض لطلب محتويات معينة كخصوصا سلسلة التجويد فمثلا هناك من يطلبون سلسلة في متون معينة شرح متون معينة هناك كذلك من يطلبون مني مواضيع لحلقات سلسلة الأدب طيب مناء صلاح أنت موريتانية ومقيمة في كندا من هم متابعوك؟ هل هم موريتانيون أم هم من دول أخرى أجنبية؟ لأنني أستخدم اللغة العربية في صناعة المحتوى فلدي أغلب أكيد المتابعين هم موريتانيون لكن لدي كذلك متابع عرب طيب هذا مفهوم من دول عربية مختلفة من دول عربية مختلفة إذن الطلبات على المحتوى أكثر هو من المتابعين من الدول العربية لماذا فيسبوك واليوتيوب؟ لا قلت في البداية أن أكثرية المتابعين الذين يتابعون المحتوى هم من موريتانيا موريتانيون طيب لكن أيضا لماذا فيسبوك واليوتيوب فقط؟ ما مشكلتك مع سناب شات والتيك توك والإنستغرام؟ لأننا نرى أن الفئات الشابة أكثر تواجدا على هذه المنصات من غيرها ليست لدي أي مشكلة مع هذه التطبيقات بالعكس أستخدمها استخدام شخصي لكن لا أستخدمها كوسيلة لنشر المحتوى الذي أعده أولا لطول الفيديو ثانيا كذلك لعدم عهدة ما أنتجه من محتوى لهذه التطبيقات لكني موجودة لدي حسابات على سناب شات ولدي حساب على سناب شات وحساب على الإنستغرام لكن استخدامي له أكثر هو شخصي من هو للتأثير هل هذا يعني أن إمكانية التأثير في المتلقي أسهل هي باحتساب الفئة العمرية من الكبار لصعوبة التأثير في الشباب والصغار لتواجدهم على السناب شات والإنستغرام؟ لأن هذه الوسائط لمشاركة لحظات اليومية واللحظات الترفيهية وأنت بإمكانك أن تحول لحظاتك اليومية ولحظاتك الترفيهية إلى مادة مفيدة تقدمينها للشباب والفتيات عبر السناب شات صحيح ذلك مشروع قادم إن شاء الله لكن في الوقت الحالي المحتوى الذي أنا أركز عليه كثيرا هو إحياء اللغات العربية وعلوم القرآن ومحتوى دعاوي أو لغوي فمنصة اليوتيوب والفيسبوك هي أكثر عهدة لهذا النوع من المحتوى لكن في بعض الأحيان أنشروا مقتطفات قصيرة من الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب رفقة رابطها لكي كذلك أقتطب الجمهور الموجود على هذه الوسائل على هذه الوسائل طيب منا أنت موريتانية يعني صانحة محتوى رقمي ولديك من التجربة ما يمنحك الصفة المؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف تجدين النشاط الرقمي للفتيات الموريتانيات ممن هنا في عمركي ومن هنا أقل من عمركي إلا أن هنا لديهن الهواتف ذكية ونفس الإمكانيات نعم سؤالكم هذا يمس الجانب الذي تكلمت عنه في البداية من أن تواجد شبابنا لا أخص الفتيات تواجد شبابنا بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي ليس إيجابيا بشكل كافي أو ليس ذا محتوى قيم ولذلك وجب علينا كلنا أن نوازن الكفة قليلا بإنشاء وتشجيع ومتابعة كل المحتويات الإيجابية هذا قد يتعلق بالمهارات لأنه عندما يكون النشاط لا فتياتنا ما شاء الله كثير من هنا ذوات مواهب ذوات محتوى إيجابي قادرات على نشره وقادرات على التواجد على هذه المواقع من خلال هذا المحتوى بدلا للطريق الآخر لكن كأن الطريق الأول الذي شق في هذه المواقع كان طريقا واحدا الذي نعرفه وكأن الكل مرة من هذه الطريق بدلا إنتاج خط موازي إيجابي أكثر هذا يعني أن الأمر متعلق بالإرادة ضعف الإرادة أو ضعف الشغف بهذا النوع من النشاط وضعف الاهتمام بالتوعية والتحشيص أو ربما عدم الاطلاع قليلا قلة في الاطلاع قلة الاطلاع على ماذا؟ فالهاتف الذي بين أيدينا هو صندوق من الاحتمالات هو بوابة على العالم كامل والفتياتنا ما شاء الله وفتياننا وشبابنا كلهم ما شاء الله أو أغلبيتهم قادرين على صناعة محتوى مفيد وقادرين على التواجد الإيجابي والتأثير الإيجابي على هذه المواقع لكن التجربة تقول كل ما ينقص لكن التجربة تقول يعني ما يعاكس هذا إلى قدر ما بالنظر إلى التجربة ومستوى النشاط يعني ما المشكل التي تعترض هذا التوجه يعني هل يتعلق الأمر بضعف الإرادة لدى الفتيات هل يتعلق الأمر بغياب الشغف والاهتمام بالتأثير الإيجابي أم الانشغال بالخصوصيات والحياة الشخصية يعني الأسباب متعددة أولها قد تكون اقتداء الفتيات التي ينقصهن قدر من النضج بما يرونه أمامهن وما صدره المجتمع لهن من صانعات محتوى أو من مؤثرات هو الصورة التي يعتمدنها يعني أو الطريق اللي يسلكنا في هذه المواقع لذلك قلت أننا نحتاج إلى محتوى آخر إيجابي نشجعه وندعوه وندعمه هذا زيادة على احتساب هذا زيادة على احتساب أن هذه الوسائط ليست للحياة الجادة بل يعتبرونها وسائط فقط للحياة الخاصة الترفيهية لبناء العلاقات الاجتماعية لتواصل الفوري فقط من أجل ترتيب المواعد الخاصة لا شئنا ما بين وسائل التواصل الاجتماعي والحياة الرقمية صارت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية فإذا أخذنا مثلا بعيني لاعتبار كورونا ما حدث في كوفيد 19 جل الجامعات صارت تعتمد التعليم عن بعد كل شيء صار عن طريق الهاتف أو الحاسوب فهو لا يمكن أن يعتبر كوسيلة فقط للترفيه أو كشيء افتراضي غير حقيقي فكل المحتوى الموجود عليه كل ما نستخدم لأجله هذه التطبيقات هو شيء حقيقي ملموس وباقي سيبقى بعدنا جميل مسؤولية من قضية أو ضرورة التوعية والتحسيس بالمزايا التي تتيحها المنصات الرقمية وأهمية الاستخدام الإيجابي لهذه الهواتف الذكية خاصة في صفوف الشباب مسؤولية من تقع هذه المسؤولية مسؤوليتنا كلنا مسؤولية الأسرة مسؤولية الأم والأب مسؤولية الأساتذة المعلمين الأصدقاء كل من هو مخول لذلك لكن نحتاج جدا لرقابة كذلك لشبابنا لم ينضج بعد بين يديه بوابة وسلاح ذو حدين محتاج رقابة ومتابعة لما يستخدموا من أجله هذه الوسائل وتلك المسؤولية تقع على عاتق الأهل المنصات الرقمية أيضا لا تتيح لنا وقت لنعرف ما الذي نريده هذا بحكم كثرة أو الكم الهائل من المحتوى الرقمي الذي يتعرض له المتلقي يتعرض له الشباب من خلال القنوات ويتيب الكثيرة ومن خلال الصفحات المتعدلة لحتى أجانب ولأشخاص مجهولين نحن لا نعرفهم الجميع يتلقى محتوى هائل وهذا يجعله يفضل قد يفضل أن يبقى في المتابعة والمشاهدة والاطلاع على كل ما هو متاح وما يتم رفعه يوميا لك تذكرين كم من فيديو يتم رفعه بشكل يوميا على اليوتيب أكيد يعني كثير جدا لكن هذا ليس عذرا فأكثر شيء يمكن أن يحفز شخصا أصلا على أن يرغب في صناعة المحتوى هو الاقتداء فهو إن كان يتابع قنوات ويعجبه ذلك المحتوى هو على طلاع به واهتمام به من باب أحرى أن يكون كذلك من الذين ينشرون ويتحدثون ويدونون عن هذا الموضوع كي لا يكون متلقيا طيب سنتحدث أيضا مرة أخرى عن التدوين على ذكره الآن بأشكاله المختلفة هناك تدوين الكتابي كما أسرفتي والتدوين السمعي البصري للقنوات على اليوتيب وحتى التدوين الصوتي عبر البودكاست وفق تجربتك أيهما أكثر تأثيرا لكل جمهوره حسب الرسالة لكن القاعدة العامة أن لكل وسيلة من وسائل التواصل جمهور يبحث عن نوع معين من أنواع المحتوى مثلا لن تجد شخصا يبحث عن الصور أو التدوين بالصور على اليوتيوب هل هذا يعني استهداف جمهور معين؟ نحن عندما نتحدث عن التدوين عبر الفيسبوك هذا يعني أننا نستهدف جمهور الفيسبوك وهذا الجمهور يمكن أن نحدده بالفئة العمرية بطبيعة الاهتمام وطبيعة التخصصات وإن ذهبنا إلى التدوين الصوتي يعني أننا نستهدف جمهور أصحاب الهواتف الفيسبية من نوعية الآيفون وآخر إخزاراتها كل ذلك من مسؤولية صانع المحتوى البحث والتفقه عن أفضل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى الذي يصنعه وأين يتواجد الجمهور الذي يبحث عن التأثير فيه وما يبحث عنه كذلك هذا الجمهور ما الذي يريده من المحتوى فكل هذا داخل في نطاق النجاح كمؤثر أو كصانع محتوى هذا جمهيل سنكتفي بهذا القدر معك سيدة المهندسة موناء صراح أنت للأمانة مهندسة خبيرة في المجال التقني وسنسلط الضوء على هذا الجانب لاحقا ربما في حلقة خاصة من برنامج النشاط الرقمي لكن سنكتفي في هذا اللقاء بالحديث عن مهارتك التقنية أو مهارتك الناعمة وحديثك عن تواجدك الرقمي وصناعتك للمحتوى وتأثير في جمهورك عبر المنصات الرقمية سنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالتدوين وصناعة المحتوى وحتى التأثير في المتابعين شكرا لك موناء صراح على الإفادات والمعلومات وظهور معنا من مدينة أنواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا أشكركم وأنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة حلقتنا هذه من النشاط الرقمي الذي نخصصه دائما لشديد النشاط الرقمي للمستخدمين لعناصر مجتمع المعلومات في البلاد سواء ما يتعلق بالمستخدم الفرد والمستخدمين المؤسسات وحتى المستخدم الحكومة باختلاف الاهتمامات وتخصصات أشكركم على المتابعات دمتم خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة